أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر روما هم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالاً فهي إلى الأبوان فهم مضمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر ورشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم إنا نأهن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في مال مبين واضرب لهم مثلنا صحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه المصنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنته لنرجمنكم وليمسلنكم منا عذاب مليم قالوا طائركم معكم إن ذكركم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى الودينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالرغم لا تقن عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ظلال مبين إني أمنت بربكم فاسمعون قيلتنا دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على أومه من بعده من جنود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جغل الذين محضرون وآية لهم الأرض ميتة أخيناها وفرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها ججنات من نخيل وأعنام وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما علقوا أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كنها مما تنبت الأرض ومن أنافسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم ليل نصله منه النهار فإذا هم مصلمون والشمس تجري لمستقرنها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عذك الرجون القديم للشمس ينبغينها أن تدرك القمر ولا الليل صادق النهار وكل في فلك يسبقون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن نشاء نغطهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إنا رحمتهم مننا ومتاع ملاحين وإذا قيل لهم اتقلوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من النار زقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعهم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في الظلال مبين ويقولون مدى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجلات إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما معد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الناس سيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا دلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائه متجئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن أدعب الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن أعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أقول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي هنتم توعدون اسموها اليوم بما كنتم تكفرون أي يوم نخطر على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نعم منهم نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغينا إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولا لروا أننا خلقنا لهم مما عانت أيدينا أنعمل فهنها مالكون وذلناها لهم فمنها رتوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واترفقوا من دون الله آلهة لأنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهنهم ججود مطبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسنون وما يغللون أولا لن يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال عيحي نظام وهي ربين كل فيها الهدي أنشاءها أول مرواه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لفضر نارا فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بطادر على أن يقلب مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الأبي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون